السلام عليكم طلاب اهلا وسهلا بكم بالمحاضرة السادسة لمادة موجات كورا مغناطيسية اليوم سنتناول موضوع او الجزء الثاني من الطيف الكورا مغناطيسي هو الانفرارة تحت الحمراء المنطقة تحت الحمراء الانفرارة اللي هو الضوء المرئي يسمحنا انه يشوف الاشياء وهو ما يمثل الي جزء صغير من الطيف الكورا مغناطيسي الطيف الكورا مغناطيسي يضمن اكس راي باعثرا فايلت اللي تستخدم وان اكس راي طلاب تستخدم بالمستشفيات وعندنا الراديو ويف تستخدم بالاتصالات والذناولناها الشعار الكورا مغناطيسي الدأسنا يعني يتصنف حسب منه حسب الطول الموج يعني من عند الصنف طيف الكورا مغناطيسي لو جيكم سؤال كلاسيفاي اهو او هو كلاسيفاي الكترومagnetic سبكترم اكوردنج جاو يكون اكوردنج تو اتس ويهب لينغ شورتر ويهب لينغ الاشعاعات اللي تكون طول هالموجي قصير مثل من مثل اشعاعات غاما اكس راي الاشراء الضائلة ذنني طلاب هنا موجه قصير طاقتهن عالية تكون خطيرات يعني نستخدمهن نستخدمهن بحذر وعدنا اشعاعات طولها الموجه طويل مثل الراديويب والمايكروويب والإنفراريد بس شنذني طلاب يكون تأثيراتهن يكونن اقل من ناحية الأذى كأذية راح نناقش طلاب هنا بمحاضرتنا اليوم هو الأشعاع تحت الحمراء وخواصها وكذلك اول شي نازم نعرف انه الأشعاع تحت الحمراء أشعاع غير مرعية نحن ما نشوفها بعنا يعني عين الانسان شبيهة ما تتحسس الطويل الموجي لأشعاع تحت الحمراء بس نحن نقدر نتحسسها بواسط شنو شعورنا بالحرارة هذا ما نسبق طلاب أشعاع تحت الحمراء بس كرؤية شعاع مثل الضوء نشوفها ما هو أشعاع تحت الحمراء؟ طبعا مختصرة IR ما نقول عليها نفرارايد رادياشن أو نفرارايد لايت نقدر نقول عليها رادياشن اشعاع او ضوء هي طب جزء من الطيف الكهراء مغناطيسي طولها الموجي أكبر من طول الموجين من الضوء المرعي ما تكون ما نقدر نكشفها يعني عين الانسان ما تقدر تشوفها نقدر نتحسسها طولها الموجي يتراوح مني الف وخمسين تبدي طبعا هنا طلاب تكون على حافة ليش نقول احنا تحت الحمراء يعني تقول تكون بحافة الطيف المرئي الأحمر تبدي مني 700 نانو متر وتنتهي بالواحد ملي متر وكل الاشعاعات الحرارية نتحسسها اتداءة من درجة الحرارة قريبة درجة الغرفة هي عبارة عن انفرارايد انفرارايد حمينة تنقل لنا الطاقة خاصة انفرارايد الحقابلية عن نقل الطاقة يعني سلوك هنا في السلوك الضوء تسلوك سلوك موجة وتسلوك سلوك جسيمة الفوتون علي من يعتمد على طول الموجي والتردد للموجة تحت الحمراء من الذي نصنفها الأشعاء تحت الحمراء تصنف الى خمس أصناف تأتي ليock 45 تعامل طريق يطاقة كامل وحرارايد بها قريبة كامل وعباء طريق الفوتون تокаمه أي espera وحرارايد большие بحرارايد تصنف الى خمس تصنيفات اللي هي النير والشورت والميد واللون والفعر قدنا خصائص الاشعاع تحت الحمراء الفرارة الهدراتيشن ايضا يتصنف الهيت يعني اقدر اقول اعني هيت او ثيرمال ويل موجات حرارية يعني من اقول كلمة ثيرمال ويل تجي بالي منه الانفرا ريت من اقول هيت من بالي تجي الانفرا ريت او الكترو مكنتك ويل هذا الشيء للطلاب انه ادى خواص حسية حرارية من بعض الاحيان اشعاع تحت الحمراء تستخدم التطبيقات اكو تطبيقات طلابية تطلب من عندنا احنا نازم موجودة حرارة في بعض التطبيقات انه نحتاجها في حياتنا اليومية هي تطلب موجودة حرارة فهذه الحرارة من السببنا اياها الاشعاع تحت الحمراء او احنا نخلي الاشعاع تحت الحمراء بالتطبيق مال اثنين يعني هنو نستفاد من عندها مثلا ادنا بالعلاج الفيزيائي العلاج الفيزيائي يطلب اشعاع تحت الحمراء والاشعاع تحت الحمراء المستضم بالعلاج الفيزيائي يتصلنا في النير والفار النير اللي نستضمها وين بالتطبيقات الالكترونية مثل الريموت كونترول التصوير الفوتوغرافي كاميرا الحرارية وكذلك ادنا الفار النير هاية تكون تحرارتها اعلى درجة تحرارتها اعلى واي شي ينطينها ترى الحرارة او يبعتلنا حرارة تكون شعاع تحت الحمراء حتى جسم الانسان اده اشعاع تحت الحمراء من درجة تحرارة 37 اعلى من درجة تحرارة الغرفة اللي درجة تحرارة الغرفة فتكون حوالي 800 نانا متر يعني اشعة تحت الحمراء يعني اشعة تحت الحمراء والضوء انفراريدلايت بواسط الفلكي البريطاني ويليام هارتشل في 1800 قياسه انه سوى تجربة تقيس الفرط بدرجة الحرارة بين الالوان بالمدى الضوء المرعي وضع ثرموميتر محرار بمسار الضوء وكل لون بطوع المرعي تلاحظ انه كل ما يقترب من اللون الاحمر زيد الدرجة الحرارة وتكون درجة الحرارة اكثر باللون الاحمر الاليكترو مغنيتك سبق انفراريد باكور اتفرقونسي افوف دوس اف مايكرووايب التردد ماتي الطلاب اللي من اشعة تحت الحمراء يكون اكبر من تردد الموجات المايكروية وكون اقل من الضوء المرعي يعني مدى ماتي بين الموجات المايكروية والضوء المرعي فسماها انفراريد طول الموجي لالي شاعر انفراريد عرفنا طلاب انه طول الموجي انفراريد بين 700 و 1 مم طول هالموجي من 700 نانو متر الى 1 مم ويكون تكون بين اللون الاحمر للضوء المرعي يعني بعد اللون الاحمر للضوء المرعي يكون تصنيف هنا على طيف مدى الطيف من 1 مم الى 50 مم يكون الحزمة الماضية الأولى يعني منطقة الاولى او طول موجي القصير من 3 مم الى 550 مم يكون الحزمة الثانية او المتوسطة ومن 8 مم الى 14 تكون الجزء الثالث وتكون اللونغ ويف انفرا ريد يعني من 1 ثلاثة اللي هي short يعني النير ومن ثلاثة للخمسة الميدل المت ومن ثمانة للعشرة اللونغ او الفار انفرا ريد هذا تصنيف الاشعاع الكورو مغناطيسي الاشعاع تحت الحمرة داني ثلاثة مناطق عدنا خواص كل منطقة والها ميزات واستخدامات يعني نقول عني نير وفار وميد ولونغ وشورت داني اشتضفناهن وكلها اشعاع تحت الحمرة طويل طول هالموجه او قصير طلاب يعني كل نوع او كل طول موجه اليهن او كل منطقة الها خصائص مؤينة نأهلتها الاستخدام معين وهذا راح نتعرف عليه لاني الخصائص خصائص كل منطقة بالانفرا ريد النير انفرا ريد المنطقة القريبة يكون طول هالموجه بين او بوينت خمسة وسبعين الى الواحد بوينت اربعة مايكرو متر هذي وين نستخدمها طلاب نستخدمها بعلم المواد بالاتصالات بالموجه بالالياف البصرية وبعدين بمن بالطبيقات الطبية هاي من هي النير انفرا ريد المنطقة اللي بعدها اللي هي الشورت ويف لين نستخدمها طبعا مداماتها الميع من واحد بوينت اربعة لثلاثة مايكرو متر هذي تستخدم باتصالات بس وين اتصالات العسكرية الاتصالات العسكرية يستخدمون اشعة تحت الحمراء الشورت ويف لين ني الميديم انفرا ريد المتوسطة في كورما تطوض الموجه من ثلاثة الى ثمانية مايكرو متر تستخدمون بالتطبيقات الكيميائية بالصناعة الكيميائية وبالفلك بالفلك وبالصناعات الكيميائية نستخدم من هي الميديم انفرا ريد اللونغ ويف لينك تطولها الموجه من ثمانية إلى خمسة عشر مايكرو متر ونستخدمها بالتليسكوب الفلكي وبالاتصالات كذا كنقدر نستخدمها بالاتصالات اللي تستطلب بطول موجه طويل يعني مدى اطول الفرق نفرا ريد طلب طولها الموجه من واحد من خمسة عشر الى الف مايكرو متر وهي واحد ملي متر تستخدم بالعلاج لخلايا سلطانية يعني هذا خلايا سلطانية عالجة استخدم الفرق نفرا ريد شفتو كل منطقة كل منطقة لها تطبيق معين او استخدامات معينة لدينا خواس الانفرا ريد ويف خواس الموجه الكهراء مغناطسية الانفرا ريد بعض الطاقة من الشمس للانفرا ريد هي عبارة عن الشمس إنفرا ريد حرارة مايكرو تطيع الشمس غير الحرارة늘وية حرارة عبارة عن شنو إنفرا �يد الموازنة بين الطاقة الممتصة والطاقة الممتصة والطاقة المنبعثة تأثر عليما على الأرض فعندنا عدة خواص الموجات الإنفراريت أو الخاصية هي ترانسفير وموجة استعرضها الموجة تحت الحمراء هي موجة مستعرضة الإنفراريت أو الخاصية تكون مستوى زاوية سقوطها تكون تجاهها باتجاه اليمين للاتزاز عدنا طول الموجة الطول الموجة الإنفراريت يونيك يكون موحد أو أحادي طول الموجة الإنفراريت يكون أحادي يكون موجة بالمايكرون والمايكرون هو عبارة عن 1 مليون متر يعني 10 أو 6 متر مايكرو هو 10 أو 6 يعني مليون جزء من المليون متر شورتر ويفليث أو في المإنفراريت هو عبارة عن 0.7 مليون متر ومن ثم يكون لديم إ banyak ساعة مايكرون 1 ملي متر. طول هالموجي طلاب يقاس بالمايكرون. المايكرون هو 10 السالب 6 من المتر. اقصر طول موجي للاشعة تحت الحمراء هو 0.7 مايكرون. واطول طول موجي هو 3350 مايكرون. بس الدراسات اثبتت انه يصل من الالف مايكرون. السرعة. السرعة التي تتقل بها الانفراريد هي 2350 مايكرون. هي 2 مليونين 299 مليون 792 و 458 متر على الثانية. فقط سلوكها. موجة او جزائع. اقوردن لنظرية الكمية. الان فراريد تسلق سلوك مزدوج مثل الضوء. هو عبارة عن موجة او جزائع. نفس الوقت. يعني سلوكها يكون مزدوجة. مزدوجة. هي عبارة عن موجة او جزائع. بعد شرعة خاصية اخرى طلاب هي خاصية الامتصاص والانعكاس. طبعا الامتصاص وانعكاس الموجة عنها من يعتمد يعتمد على طبيعة الوسط. اللي يكون بين موجة او تكونت بين موجة. المواد المواد مثل طبقة الاوزون. مثل الاوزون او الكاربون او الاوكسيدات او بخار الماء. شبيهن ديني طلاب يمتصن اشاعة تحت الحمراء. اشاعة تحت الحمراء تنتصها طبقة الاوزون والكارب اوكسيدي كاربون والبخار الماء. الثلج والاليمنيوم فايل والاند ماتيريال تحكس الانفرارات. يعني الثلج والالواح الاليمنيوم يكسل الناياها. اذا الاوزون والكاربون والبخار الماء يمتصن. بالمقابل اكو مواتع كسل الثلج والالواح الاليمنيوم. الانكسار والتداخل. الانفرارات. طبيعة خواصها تكون تحت موجه. موجه شبيهة تنكسر. تحت بها انكسارات. تغير تجاهها من تمور من وسط الى وسط اخر. ممكن نحن تحت ظاهرة الانكسار. من ينتقل الضوء من وسط قليل الكثافة الى وسط قليل الكثافة. اختلاف السرعات هو يدي لي الى حروضات الانكسار. كذلك الموجه تتحت الحمراء. فانها تعاني انكسارات تحرف اتجاهها. من تنتقل من وسط الى وسط. والانكسار وين نشوف طلاب؟ بانه بطبقات الجو والأوتومسفير. وين تمر الموجه الحراريه. راح تبدي تنقسم. بعدين مره عبر الموجه الحراريه. ترجع تلتقي. يصبح تداخل. تمام؟. عندنا خواص الحراريه. خواص حراريه. الانفرارين راجعين. يعني باضافة لانه يسلك سلوك ضوء. وينكسر وينعكس وينداخل ويمتص. وعنده سرعة وطول موجه. فعنده خواص الحراريه. خواص الحراريه. قلنا نشوفه بمصادر الحراريه. الخواص الحراريه مثل اوكسجين. قد نطيف الاوكسجين. نيتروجين. الجزيئات. من الاشعاعات للجزيئات. تتحرك اكثر. فتنطينا طاقة اكبر. لذلك نعتبر احنا اشعاعات تحت الحمراء. اشعاعات تحت الحمراء هي اللي تخلي المؤادة. مثلا المؤادة من نشغل الجلوب وعشوين الجيحار. هذي شو سببه؟ انه هو اكو اشعاع الانفرا ريد. اللي يخلينا المادة اكثر حرارة. لذلك يستخدم كمصادر للحرارة. كمصادر للحرارة. كمصادر للحرارة. كمصادر للحرارة. وين نستخدم طلع بالاشعاع تحت الحمراء. نستخدم نستخدم اشعاع تحت الحمراء بالاتصالات. نفرا ريد ليزر. لدينا نفرا ريد ليزر اللي هو اللي هو الليزر اشعاع تحت الحمراء. يكون نستخدمه بالاتصالات اللي اوبتكا كوميونيكيشن. اللي تكون غير غالية الثمن. نستخدمه بالفضاء. انتصالات تحت الحمراء بالفضاء الخارجي. باستخدام الليزر. عندنا بالسبكتروسكوبي بالمطياف. نفرا ريد فابريت. يستخدم اهتزازات. نستخدمها حتى نتعرف على الجزائيات ونحلل الأواصر للجزائيات بواسطة الفرق بالتردد. ويكون نستخدم الطلاب هنا لعدد موجي اللي هو سنتيمتر يقول لي هذا المكون بهذه الأسرة. شو نوعها كالكا. يكون نقصة في المجلسي والسالة بواحد. المطياف تحت الخمراء اللي هو ال FTIR. إن شاء الله انت صرته بالماجستيار وبالدكتورة. تتعرفون عليه. هذا الطلاب يحلل لي الظرات. يعني من أجانب أفحص مادة يسوي الاهتزاز بذرات المادة وينطيني طيف بين الامتصاصية والعدد الموجي اللي هو بالسنتيمتر يقول لي هذا المكون بهذه الأسرة. شو نوعها كاربون هايدروجين كاربون هايدروجين اوكسجين هايدروجين. هذا الاسبكترو اسكوبي وعدنا بالاسترونومي قدنا الابتكال كومبيننت مثل المرآت والعدسات والكواشف الالكترونية كونهم تستخدم تدرس من الدرس ندرس باستخدام شقة تحت الحمراء. ليش؟ يعني احنا نكشف او نطلع خواص المادة عن طريق الإشعاعات تصدر من أدهر. يعني إشعاعات الخرارية نقدر نخلل طبيعة الجسم. وكذلك شو نسلوكه من الأرضة الى حرارة. يعني هي الحرارة الذي يبعث هالجسم ونحلل ليها أكلها. جهاز كاشفتاني اه اه انا اصلت على الجسم حرارة. واشوفه شنو سلوكه. عندنا تطبيقات موجات الإنفراريد هي كمصادر حرارية. عندنا تطبيقين يعني نوعين من التطبيقات الصناعية تستخدم مصادر الخرارية. حينا ميديكال يوز. الميديكال يوز. والمانفكترينج اندسترال. بالتطبيقات الطبية. السماء الطبية. ميديكال يوز. كمصادر للحرارة. وهي الساونة التي تستخدم للمعالجة للضغط الدم العالي. وكذلك تستخدم الساونة التي يعانون من ارتفاع ضغط الدم. ويعانون من مشاكل بالدم. وكذلك عندنا الإنفراريد. راديشن كونسادر تبين وين سيفست مثل فيزولوجيا ترابي. كذلك يستخدموا بالمعالجة الطبيعي. بالعلاج الطبيعي. لانه هو وسيلة آمنة. ما بها آثار جانبية. من استخدامه كمعالجة. عندنا بعد بالصناعي. الطبيقات الصناعية. اللي تركزنن على عمليات المعالجة. والتكوين. والتشكيل. المواد البلاستيكية. اللداء. اللداء طلاب نستخدمهن. نستخدم الخرارة. حتى نشكلهن. ونسوين عمليات المعالجة. كذلك معالجة طلاع. لحام. المواد البلاستيكية وغيرها من استخدامات. الانفراريد. كذلك بمن بالافران. عندنا الكوزمتولوجي. الانفراريد. ونتستخدم بالكوزماتيك بالتجميل. مثل مؤالجة البشرة. الجروح. اللي تسوينا السنفرة. وتقلل الرؤوس السوداء. والحفر الموجودة بالبشرة. والسبب باستخدامها. انه تنتص من الى ثلاثة الى اربعة ملي متر. يعني عمق اللي تنتصه الى عمق. تنفيذ الى عمق من ثلاثة الى اربعة ملي متر بالجسم. واللي يسوي دعم المن. للدورة الدموية. واستخدام الاكسجين والنايب والنيتريت. تسكن. حتى تصير عدنا. مؤالجة. للبشرة. لديها التوصل الى عمق. ثلاثة الى اربعة ملي متر. وتحفز الكريات الدموية. وتحسن الدورة الدموية. عدنا بالفلك. تستخدم بالفلك كمصادر بصرية. مثل المرآت الكواشة في العدسات. وتدرس الى الاجسام بالفضاء. وتبطينا صورة عن الجسم الاجسام. وكذلك عدنا نستخدم التليسكوب الانفرا ريد بالمساج. الانفرا ريد يسخن البشرة. ويسبب لنا استرخاء بيمن بالاعصاب. والانفرا ريد تسبب نحن نفضلها. انو قلنا تدخل الى اعماق الجسم. بس مو امق كبير بحيث تسبب اذار الخلايا مع الجسم. وعندنا كذلك الانفرا ريد فوتوغرافي. تصوير بالاشعة تحت الحمراء. اللي هو انفرا ريد فلتر. تستخدم تصوير. وهذه الصورة تكون بالمنطقة القريبة. بالانفرا ريد القريبة. ومعلم الكاميرات الحرارية الى الكترونية. تكون عملها او طول الموجه لعمماتها. هو بالنير. انفرا ريد. الوايد كولر is the final image. من يطينا لون ابيض. معناها انه الجسم ما بي خلل او عيوب. انه احطت برقات الاساسية للاشعة تحت الحمراء الجديدة. اللي هي الكاميرا الحرارية. اللي هي thermographic camera. وكذلك تدعها بالكاميرا الحرارية. الكاميرا الحرارية هي جهاز يستخدم اشعة تحت الحمراء. حتى ينطينا صورة. لتنفس اعليات عمل. لتنفس اعليات الكاميرا الاعتيادية. بس هناك الكاميرا الاعتيادية تطينا الصورة بالضوء المرئي. يعني تطينا فيتشر للشكل كامل. هنا لطلاب تستخدم الاشعة تحت الحمراء اللي يطولها الموجه. من من 1 مايكرو متر الى 14 نانو متر. اللي هو 14 مايكرو متر. الجزائيات الملتقطة تكون تتحلل على شكل كامرة صورة. تطينا يسميها بالصورة الحرارية. الانفراريد انيرجي. هي جزء من الطيف الكورو مغناطسي. تكون اشعاعاتها. من اللي تفكره مراصق ان اشعاعاتها منه. قاما و بيتا. و قاما و اكس راي. والاسراء فييلت. و عندنا الفيزيبول و انفراريد. والتيراهرتز. والمايكرو ويف. والراديو. وويف. لان يكون الاختلاف ماتين بيبنك ان اطلاع. ويختلفن بالطور. الموجي. لدينا جسائمات. تكون حرارتهن. اشعاعات الجسم الاسود. الكامرة الحرارية يشبهها طلاب. تكشف. الاشعاعات. اللي تكون. نفس طريقة الكشف. بالشعاع بالضوء المرئي. و كذلك نظام عملها. تكون بالظلام. نقدر نستخدمها. بالظلام. لانه هم تهم. بس هنا ميزتها طلاب عن الكاميرا الاعتيادية. الكاميرا الاعتيادية تحتاج ضوء. يعني هذا التقط صورة. بالكاميرا الاعتيادية لازم مكان بيين ضوء. بينما بالكاميرا حرارية حتى لو كان المكان مظلم هي تقدر تنطيني صورة عن المادة. او المادة او الجسم اللي ايدا انصورت. هذا جعلها مستخدم استخداماتها. للحماية من الحرائق. و كذلك المراقبات. بناية المراقبة. الافتلاف بين الكاميرا البصرية. انه العدسة. مصنوعة. الزادة. فوكسينجلينز. كانت بي ميد. او غلاس. او غلاس بلوك. طلاب بالكاميرا الحرارية. نستخدم العدسة الزجاجية. العدسة الزجاجية. تحجب طول موجي. معظم الأطوال الموجية. للأشعة تحت الحمراء. الكاميرا الحرارية. اشعة عماتها تراوح من 7 الى 14 مايكرو متر. المادة مصنوعة من عدسة هي الجرمانيوم. والفلوريد والكريستال. سيليكون. يعني مواس شبه موصلة. تكون. كل هذه المواد. هارت هاف هاي. رفلكتف اندكس. اللي جرمانيوم. المعام منيكسها الى. اثنية عن. واند. ويجليت. افري هاي. فرنال. انعكاس. فرنال. الجزء الغير مطلي. بنسبة 30 بالمية. لذلك معظم عدسات الكاميرا الحرارية. انتي رفلكتف. تكون. اللي مطليها غير. اعكس. يعني ما يعكس النا. انتي رفلكتف. يعني العدسة من يستخدمون الجرمانيوم. يطلو بمادة غير. عاكسة. لذلك تكون. اه. سبب انه ارتفاع سعر العدسة. بالكاميرا. الحرارية. بل ذلك التصوير تكون. غالي. بان عدسة ما تطلب. تحتاج الى هذه الصورة. هي تطينيها الكاميرا الخرارية. لنشوف اكل تفاوت بالالوان. هذا يسبب انه كل ما اللون ازرط يعني معناها بارد. كل ما يصعد اللون. معناها حرارة. اكثر بها حرارة. بعد اني. اتشي صورة يطينيها. يشع الكاميرا الحرارية. الصورة المتكونة بالكاميرا الحرارية تكون احادية. بسبب انه الكاميرا تستخدم. تخسس الصورة. معناها ما تميزنا الفرق بالطول الموجي. كالرسنس ركوارد كومبليك. كونستركشن. او دفرانك سويفلين. كالر هازلس مينيك. يعني متعتمد على اللون. يعني مو هذا لون ازرق. تطينيها باللون الازرق. هذا لون اخضر. لا. طلاب تعتمد على درجة حرارة الجسم. يعني هو لون احمر. ودرجة حرارته انصب من درجة حرارة اللون الاخضر. ينطيني اللون الاخضر. دونها بالاحمر. يعني هي تتحسس لي. الخرارة بتتحسس اللون. و الكلون ما عندها. كانوا ما على الوجود. لأنها مختلفة المختلفة التي لا تقوم بها مختلفة إلى المستخدمات العظيمة التي تستخدمها من الناس بعض الأحيان هذه الصور تكون أحاديها ترضى تغيير الألوان تغيير الألوان يعني الشدة اللون تختلف هو صح أحادي اللون بس بيه شدات مختلفة يعني فاتح غامق متوسط اللون هذه بسبب شن الإشعارة اللي توصل للكاميرا هذه تستخدم الكثافة مش قد توصلها إشعاع بحيث تكشف لهذه المنطقة وهذه مهمة بسبب إنه تضطينا يعني تضطينا مدى من الديناميك بالكشف عن الإشعاع وهذه مكانتنا C final intensity definites are fairly limited يعني نقدر من منزبين شدات استخدام بقياس درجات الخرارة العجزاء الأسخن تكون لونها أبيض بينما تكون سوداء العجزاء اللون الأبيض الوضوحية الطلاب هاي معناها ساخنة أما العجزاء اللونها الريد ويالو تكون أبرد والجزاء السوداء المدى بي شون نيكس ده فوس كلار بمجز ترليت كالرس تنبرتشار دير رزليوشن الوضوحية الطلاب الوضوحية تكون بها كشكل للجسم الكاميرا المرئية تكون أوضح من عدها من مية وستين إلى مية وعشرين أو ثلاثين وعشرين يعني وضوحية ماتة بيكسل تكون أغلى يتأخذ من الكاميرا تتاقد المصادر للجسم من 1280 إلى 2024 بيكسل تكون أغلى كاميرا الحرارية تكون أغلى من الكاميرا العادية التساقر لكاميرا كاميرا ، سمارتفون وتكون كلفتها أقل كاميرا نستخدم بها الكاميرا الحرارية هم بها كاميرا الحرارية طلاب إذا كانت 640 تكون أكثر نحن نضيطينا معلومات طلاب على التطور الصعب بالتصوير نحن نقوم الديكتر بالأماكن الغير الكواشف الغير باردة في مصور من أرميا يتقرأ لي مزيدا هكذا عشسين تكون ساخن الفرق بين درجة حرارة و درجة الحرارة الطانية لا يجاوز من واحد درجة سيئزية إلى 0.03 فارق بين جسيمات الضرارية يعني حتى نكون عنهم صورة لذلك الكاشف يكون يحتاج الكاشف يكون استجابة مادة تكون بطيئة للمدى هذا بالميلي سكن يكون بالميلي سكن لذلك ثلموغرافين لاستخدمات الكاميرا الحرارية نستخدمها بالتصوير الحرارة نشوف بها الدخون كذلك المراطق اللي تكون بها حرارة power line maintenance over heating كذلك المراطق نربط يعني مثلين قد جسمين ربطناها نسوا إذا يصير عادي نتسرل بحرارة ولو ما إذا يصير نقدر نكشف عنا باستخدام الكاميرا الحرارية كذلك نستخدمها إذا كان أكو أبخرة سامة فتحات حتى تخرجنا من العناصر كذلك تستخدم الكاميرا الحرارية ثم أنزلتها كعازل حراري نشوف إنه هذا البناء معزولة حرارية لأكو تسرب الحرارة يكتم الكشف عنها بواسطة استخدام الكاميرا الحرارية وكذلك إذا كان أكو فتحات حتى نقدر نعزز كفاءة التبريد أو الحرارة يعني هذا الجسم أهي البناء أريد أن أحافظ على درجة حرارة معينة بها فأشوف إذا تدخل الحرارة أو تخرج من حرارة أو يصير بيتسرب الحرارة يتم يكشف عنها طلاب بواسطة الكاميرا الحرارية كذلك نستخدم بالكشف للأبغار كذلك الكاميرا الحرارية إستخدم لك سريكار بعض كأكسسوارات بالسيارات التي تكون تسوي لنا رؤية بالليل يعني رؤية ليلية تصم فيزيج أكبر بعض الإلاجات الحرارية مثل تستخدم ها بالكشف عن الحمى كذلك تستخدم للكشف عن الأجسام الساخنة إذا موجودة مثلا الحيوانات متخفية أو بالطبيقات العسكرية مني نشوف بال الأجسام العدو تستخدم كشفونا عنها بالأماكن المظلمة استخدموني كاميرا الحرارية كذلك 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 شكرا لحسن أصغار